سهلاً خير وأهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة تانية في السادسة طبعاً حضراتكم عارفين من ساعة منتهت مباراة الإسماعيلي اللي الأهلي فاز فيها بنتيجة 3-0 وقدم الحقيقة عرض في شرط التاني أكتر من مطمئن وأكتر مش هقول رائع الحقيقة لسه الأهلي على الروعة شوية بس الحقيقة بنتطمن مطش عن التاني على الفرقة وبنتطمن على مستوى الأداء والنوقت دي الحقيقة أمر محصوم يعني كلمت حضراتكم أنه إحنا بعيد جداً وعشان كده كنت ببارك لحضراتكم أنا وصارة مبروك مقدماً إن شاء الله بإذن الله درع الدوري في الجزيرة الأهم من كده أنه من ساعة ما قفلنا صفحة الإسماعيلي فتحنا صفحة الاتحاد والفريق مستمر في معسكر مغلق بيستعد طبعاً لمطش بكرة اللي إن شاء الله بإذن الله نفوس فيه ونحسم الدوري إحنا مش مستنين حاجة من حد إحنا بنحسم كل حاجة بأدينا لكن زي ما قلت لحضراتكم الأهلي قدامه مشوار مهم جداً ودايماً واحد من أهم الحاجات اللي بتحفز اللعيبة أو بتدي شحنة كده إيجابية للعابين هي القدرة لكل جيل بين كل جيل والتاني دايماً فيه منافسة في الأهل البطولات بتيجي طول الوقت لكن إزاي تحط إسمك أو تخلد إسمك فيه سجل التاريخ بالنسبة للأهلي إنك أنت تتحقق رقم قياسي والتيم بتاعنا السنادي لسكواد بتاع الأهلي السنادي عنده أكتر من فرصة لكسر الأرقام القياسية أكبر عدد من النقاط فاز بيها الأهلي في مشواره في حسم بطولة الدوري كان 88 نقطة السنادي عندنا إن شاء الله بإذن الله وربنا كرام نوفقنا والعيبة مركزة كده لأي غيرت آخر لحظة في الدوري بعد ما نخلص بقى من فكرة الدرع وحسم البطولة ممكن نوصل 95 نقطة عندنا كلين شيتس أعتقد 23 مباراة رقم قياسي الشناوي عنده فرصة كبيرة جدا يدخل التاريخ من أوسع أبوابه لو كسر رقم ده وبالمناسبة الشناوي سيزن ده 19 كلين شيتس أكبر عدد من الأهداف سجله النادي الأهلي كان 75 هدف في موسم واحد إحنا السنة دي أو السيزن ده بنتكلم فيه 63 فأعتقد برضو عندنا فرصة كبيرة جدا نكسر الرقم ده بالإضافة كمان شوية أرقام خياسية فكة كده ممكن نعملها السيزن ده صار يمكن زي ما بتقولي أحمد يعني بعد ما رجعنا في فترة التوقف حقيقة كل أكيد كل الفرقة في كل العالم في تصاعد مستمر لأنه بعد فترة التوقف فترة كبيرة العيبة مش بتلعب بس دلوقتي كله كل ماتش بنشوف أداء أحسن من الماتش اللي قبله ويمكن ماتش الأسماعيلي فعلا في الشوط الثاني كان الأداء مطمئن ولكن هو ده طبيعي أحمد أنه يبقى فيه تصاعد في الأداء ده في كل أندات العالم يمكن النادي الوحيد هو كان بارن ميونيخ هو الوحيد اللي من بعد التوقف فعلا كان ماشي كويس قوي المناسبة الحقيقة الكلام طبعا في كل الأوقات والاهتمام من جمهور النادي الأهلي في كل الأوقات على بطولة أفريقيا النهاردة ويمكن ده واحد من أخبارنا بيقول أنه فيه تقارير مغربية كانت بتتكلم أو كشفت أنه تم تعيين الحكم الجنبي بكاري جسامة عشان يدير مباراة الأهلي في نصف النهائي أمام الوداد في نصف نهائي الدوري أبطال أفريقيا طبعا حضراتكم عارفين أنه مفترض أن الأهلي يقابل وداد والزمالك هلعب مع الرجاء مباراة الزهابة هتكون في المغرب ومباراة العودة هتكون في مصر لكن الحقيقة أنا طبعا أعتقد بشكل كبير جدا أن هذه التقارير غير صحيحة على الإطلاق والسبب في هذا أنه بكاري جسامة نفسه كان حكم لآخر مباراة للأهلي في دوري أبطال أفريقيا تحديدا مباراة سانداونز ولائحة التحاد الأفريقي بتمنع أنه نفس الحكم يدير مباراتين متتاليتين للنفس الفريق فأعتقد أنه هذه التقارير غير صحيحة وإن صحت فأعتقد أنه التحاد الأفريقي أمام مشكلة إدارية كبيرة جدا